التشريعات والأنظمة المتعلقة بالتنظيم النقابي وحقوق العمال لضمان حياة مستقرة للعمال وأسرهم موضوعات تصدرت قائمة أعمال المؤتمر الرابع لاتحاد العام لعمال سلطنة عمان اليوم نصل إلى عدد يفوق 320 نقابة عمالية هذا اندل يدل على أن حركة نمو النقابات العمالية مستمرة هناك وعي من العاملين بأهمية تشكيل النقابات العمالية والمشاركة هناك كثير من الاتفاقيات العمل الجماعي التي تنظم شؤون العمال تمت داخل المنشآت هناك تفاعل، هناك تحسين في باءة العمل هناك وعي بأهمية إجراءات السلامة داخل المؤسسات المؤتمر الذي شارك فيه عدد من المنظمات والاتحادات العمالية العربية والدولية أوضح من خلال حواره المؤسسي جملة من المستهدفات القاضية بحماية العمال وتطوير التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق العمال وترفع مستويات الإنتاج في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية دول العربية تقدمت من خلال هذه القوانين وهذه التشريعات وأكبر دليل على ذلك أزمة كورونا المنطقة العربية أقل مشاكلا من الدول العالم دولنا العربية فيها الحمد لله أيادي تشغيلية هناك قيادات متفاهمين وخرج المؤتمر بتوصيات أجمع عليها المشاركون والمختصون بضرورة إجراء مزيد من التقييم والمراجعة لأساليب التنظيم والعمل النقابي وكفاءته مستهدفا تعزيز علاقات العمل وضمان توفير الحماية الكافية لجميع العمال خاصة العاملين في أنماط العمل الجديدة نحن الآن بالمرحلة الجديدة لمناقشة نسخة جديدة من البرنامج وطن العمل اللايق تتعلق بتجديد قانون العمل وتطويره تتعلق بموضوع تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بشكل عام وأيضا تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الامتاج وتضمن المؤتمر انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2023 إلى 2027 حيث فاز نبهان بن أحمد البطاشي بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الذي سيواصل دوره الفاعل في حماية حقوق العمال وتعزيز العمل النقابي مع ترقب صدور قانون العمل الجديد ترصيخ قيم العمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال لضمان حياة كريمة للعمال وأسرهم مفاهيم جوهرية أكد عليها المؤتمر الرابع للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان محمد بن عمير الهنائي محافظة مسقط